أسعد الأوقاتكم أعزائي المشاهدين الهوى الكوس مستمر والهوى الشمالي الغربي يعود مجددا في يوم الأثنين فرص الأمطار متفرقة في منطقة دون أخرى فرص الأمطار أيضا راح تستمر ويانا حتى يوم الأثنين تتراجع تدريجيا منتصف مساء يوم الأحد أو منتصف يوم الأحد بذن الله وبعد ذلك تتراجع مؤقتا في يوم الأثنين وهناك فرص أخرى قد تعود بعد ذلك الرياح الجنوبية الشرقية راح تكون نشطة بين الحين والآخر سرعة تصل إلى الاربعين والخمسة واربعين كيلومتر في ساعة ارتفاع الأموات يصل إلى ستة وسبعة قدم لذلك أجل أي نشاط بحري من أجل سلامتكم فرص الغبار راح تكون أيضا واردة خلال الأيام القادمة فرص لتشكل بعض السحب الركامية ينتج عنها بعض الرياح الهابطة أو الرياح النشطة بين الحين والآخر وتتسبب في غبار مثار على مناطق دون أخرى هذا الغبار طبعا يترسب مع تساقط الأمطار لكن يظل بعض هذا الغبار عالق مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية الهوى الكوس مستمر الليلة ونشط بين الحين والآخر تتراوح سرعتها ما بين الـ 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة عبور السحب راح يستمر ويانا أجوانا غائمة إلى غائمة جزئيا وفرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية بين الحين والآخر أيضا خلال الساعات القليلة المقبلة وهذه الفرص راح تستمر ويانا لعدة أيام درجة الحرارة حاليا 23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 30% ورؤية الأفقية ممتازة حاليا حون الـ 12 كيلومتر صور الأقمار الصناعية تبين عبور السحب اللي راح يستمر ويانا لعدة أيام من غرب المملكة العربية السعودية وحتى المنطقة الوسطى وحتى أيضا شمال أو الشمال الشرقي من الجزيرة العربية الكويت أجواءها راح تكون غائمة إلى غائمة جزئيا مع نشاط الليلة في الرياح الجنوبية الشرقية بين الحين والآخر تتراوح سرعتها ما بين الـ 12 إلى الـ 40 كيلومتر في الساعة خفيفة إلى معتدلة تنشط بين الحين والآخر أغلب النشاط راح يكون على المناطق الساحلية عبور السحب راح يستمر ويانا البحر راح يكون مرتفع أو معتدل إلى عالي الموج بين الحين والآخر من ثلاثة إلى ستة وسبعة قدم أجل أي نشاط بحري ودرجات الحرارة تتراوح ما بين الـ 18 إلى 22 درجة مئوية أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وفرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية بين الحين والآخر الليلة وحتى نهاية اليوم أيضا وهناك فرص لغبار مثار بين الحين والآخر على بعض المناطق منتصف نهار يوم الغد أجواءنا راح تكون معتدلة تميل للدفء قليلا درجات الحرارة تتراوح ما بين الـ 21 إلى الـ 25 درجة مئوية وقد تصل إلى الـ 27 درجة مئوية في بعض المناطق والـ 28 فأجواء معتدلة تميل للدفء خلال فترة الظاهرة لكن بعد عودة الرياح الشمال الغربية راح تتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ الهواء راح يكون نشط بين الحين والآخر الرياح راح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بين الحين والآخر وفرص لغبار مثار أثناء نشاط الرياح وفرص لأمطار قد تكون رعدية بين الحين والآخر راح تستمر ويانة أيضا منتصف نهار يوم الغد البحر راح يكون معتدل إلى عالي الموج من 3 إلى 6 قدم ما ننصحكم بالبحر حتى المساء الرياح الجنوبية الشرقية راح تكون نشطة بين الحين والآخر وراح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بين الحين والآخر وفرص الأمطار راح تكون أيضا مستمرة خلال المساء أمطار متفرقة بين الحين والآخر مناطق طبعا دون مناطق أخرى درجات حرارة تتراوح ما بين 18 إلى 22 درجة مئوية البحر ما ننصحكم فيه الفترة هذه من فترات الحمل معتدل إلى عالي الموج من 3 إلى 6 قدم وقد يصل ارتفاع الأمواج إلى 7 قدم أجلوا أي نشاط بحري اليوم مباشر عقبة والعدة أيام المد الأول بإذن الله ساعة 10 و40 دقيقة صباحا المد الثاني ساعة 10 و16 دقيقة مساء والجزر الأول الساعة 4 و31 دقيقة صباحا والجزر الثاني ساعة 4 و18 دقيقة مساء المواقيت بإذن الله أذان الفير ساعة 54 والشرق الساعة 6 و12 دقيقة والمغرب الساعة 54 دقيقة أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة فرص الأمطار راح تستمر ويانا لعدة أيام أمطار خفيفة إلى متوسطة بين الحين والآخر هناك فرص الغزارة خارج المدينة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية راح يستمر ويانا والهوى الشمالي الغربي يعود مجددا في يوم الأحد أو ممنتصف يوم الأحد وتستمر بعد ذلك الرياح الشمالية الغربية وتراجع في درجات الحرارة بعد عودتها باشر بإذن الله فرص الأمطار متفرقة تكون رعدية وفرص لغبار مثار بين الحين والآخر أجواء تميل إلى عدم الاستقرار أجواء نشاط بحري 28 العظمى وصغرة 18 درجة مئوية ورياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية من 15 إلى 45 كيلو متر في الساعة حول هذه المعدلات أيضا جنوبية شرقية إلى جنوبية من 15 إلى 45 كيلو متر في الساعة العظمى 25 في يوم السبت والصغرة 17 درجة مئوية وفرص الأمطار المتفرقة راح تستمر أيضا ويانا وقد تكون رعدية على بعض المناطق في يوم السبت هذه الفرص راح تستمر حتى يوم الأحد بإذن الله منتصف يوم الأحد بإذن الله راح يقلب الهوى إلى شمالي غربي وبعدها تتراجع فرص الأمطار تدريجياً والعظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية ونشاط الرياح الشمالي الغربية سيكون ملحوظ من 25 إلى 50 كيلو متر في الساعة أجل أي نشاط بحري أيضاً أجواء تميل إلى عدم الاستقرار خاصة مع قلبة الهوى إلى الشمالي الغربي تتراجع شوي سرعة الرياح وأيضاً تتراجع السحب وتتراجع فرص الأمطار مؤقتاً 22 العظمى في يوم الاثنين والصغرى 12 درجة مئوية تراجع في درجات الحرارة العظمى وأيضاً الصغرى 12 درجة مئوية وتصل إلى 11 درجة مئوية في يوم الثلاثة والرياح راح تكون نشطة بين الحين والآخر خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة أيضاً ما ننصحكم بأن نشاط بحري تتجدد فرص الأمطار في يوم الثلاثة وراح نوا فيكم بمعلومات أكثر عن هذه الفرص بإذن الله في نشراتنا القادمة هناك بعض الفرص قد تتشكل في يوم الثلاثة 22 العظمى والصغرى 11 درجة مئوية ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة أزال المشاهدين فرص الأمطار راح تستمر ويانا متقطعة مناطق دون أخرى ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط بين الحين والآخر جنوبية شرقية الكوس مستمر لأن يقلب الهواء إلى الشمالي غربي في منتصف يوم الأحد واعتدال خلال فترة الظهيرة تتراجع درجات الحرارة أكثر بعد قلبة الهواء إلى الشمالي الغربي وموسم المربعانية بإذن الله بخمسة نعش نشطنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم موسيقى موسيقى